أميراً قيراً ولا بالعذب له كما عصمته بها والحسب له صل عليه والتسلم كل حين في الآل والصحب معاً والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقى بعذب له وخير منزل حبى ببسم له صل بتسليم على منفاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذب له وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه ليام عين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات النقود ولتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وحبلنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهبلنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهبلنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهبلنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهبلنا إلانة بالألف بغير عسيان ونوّر مألافي وهبلنا بالله من لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمذا بتسليم به لا نهاية على نبي قبل سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجيب سؤالي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ندفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بي من رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلني يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الدر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وعن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدر على بلائك نضوع فين يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا ثم غدا لكن ما تلصص الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصه وله موهب الذي لا ينفعه الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين الطرى لنا أخلاء فنكفى ضرى واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقى والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين الزاهدين واجعل جميع الزاهدين الناصحين واجعل جميع الناصحين الصادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم لحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتدى للنصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا خبطة تفضلا فنحظا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوكر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدبر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين الصالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية وحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمامي المبرئ الأسقامي المبرئ الأمراض والأسقامي وصليا عليه ثم سلما وآله مع الصحاب الكرمى ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يالله واصدق بنا نهج رشد وكفنا زلالا وطرد لنا الجن والشيطان يالله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يالله ورض لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسيرا كل ذي التعسير يالله طوّل لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يالله ودمر كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يالله يالله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاي الدهر يالله وآفة عاهة مع غصة محن زلزلة شدة والفقر يالله إهانة قلة مع ذلة غلب وفاقة عطش والجوع يالله وفتنة والوباء والحرق مع غرق والبرق مع سرق والكد يالله حر وبرق ونهب قربة نقم ضلالة حرج والغم يالله وهامة وقطايا ضالة زلل والمسخ والخسف ثم القذف يالله وغلة مع جنون علة مرض ثم الجذامين والنقصان يالله ومن قبيحة الدنيا ثم آخرة ومن فضوحهما يالله يالله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوى بالقهر يالله يا حي يا قيوم كل يمجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن نكدي ولتثبت فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجان والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض والسماوما وشر ما في الأرض الطرى والسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عمل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغط ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاحة في كلتي الدارين والنجاحة بجاه ذا اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتليا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوة ولتكف عنا كذبا ولهوى ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يَا اللَّهُ مَغْفِرَتُكَ الْمُؤَمَّلَةِ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِ عَاسِ الْمُهِلَةِ يَا بَرُّ رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تُآخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تُآخذنا بكثرة الفضل في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكن لنازل من السماء وكن معيذنا من الوباء وكن معيذنا من الوباء وكن لنازل من السماء وكن لما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصلياً أزكى سلاةٍ دافعة عنا وباءً من جرادٍ مانعه عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكن حُط يا سلام اللهم اللهم تقبل منا الصيام والقيام وَجَعَلْنَا مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ أَنْ تَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ اللهم أَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَرِقَاءَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ وَجُّودِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّرَ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم انصر خليفتنا المنتقى وكفيه يا ربنا جميع ما يتقى اللهم احفظه كما حفظت كتابك يا رب العالمين اللهم كمل آماله وأتمم مشارعه يا أكرم الأكرمين اللهم وفق أئمتنا لهداك واجعل أعمالهم في رضاك اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه عز البلاد وصلاح العباد يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي والمومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات على حياء منهما الأموال وهب لعبدك وخديمك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا أفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبداً آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلام وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحمن على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نوراً ساطعاً ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلأ أدعو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ ناجيته جل أعواماً وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برأ رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء ارحم جميع الوراء ارحم جميع الوراء يا هادياً رداء محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ سبحان ربك رب العزة عما يصف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين